ببداية حلقتنا رح نروح إلى وقفة احتجاجية لأهالي الأراضي السكنية بالمنطقة الزراعية في الجادرية وتبعات هذه الأحداث وهذه القصة ويمكن نتناولنا القضية خلال الأسبوع الماضي مع الطرف الأول والطرف الثاني واليوم أيضا هناك وقفة احتجاجية لبعض الأطراف والساكنين في منطقة الزراعية في الجادرية مراسلنا عمر كريم هناك حتى يرصد الوقفة التي جاءت بعد لقاء مجموعة من الأهالي بالمرجع الدين يا سيد علي السستاني وكذلك القرارات والإجراءات التنفيذية والقضائية التي حصلت خلال اليومين الماضيين بنفس القصة رح أروح إلى عمر عمر مرحبا بك أطلعني على ما حدث وما جرى خلال هذه الوقفة الاحتجاجية في الجادرية وأبرز المطالب ومن الأطراف التي شاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية تفضل طبعا بالبداية السلام عليكم وزمينتي السلام عليكم على كل مشاهدي برنامج على المكشوف اليوم احنا مثل ما تشوفين احنا بالجادرية في المنطقة اللي صار بيها النزاع خاصة انه بعد ما احنا اخذنا الطرفين يعني يكون اكو حق رد لهم اليوم اكو وقفة صراحة من أهالي المنطقة اللي عندهم السندات اللي قاعموالتهم كانت اكو وقفة عشائرية ايضا من كثير من الاطراف اللي موجودة هنانا الاكثر رح ناخذ من أهالي المنطقة حتى نشوف شن اللي صار بالوقفة الاحتجاجية بالاضافة الى تقريبا خلف المنطقة المتنازعة عليها يعني خلفه هي الارض المتنازعة عليها يعني هنا هنا صار الحدث اكو مستجدات بالقضية طلبوا من قناة دجلة انه تكون حاضرة في هذه المستجدات بالاضافة الى رح نفهم اكثر من الاحد السكن الموجودين السلام عليكم عليكم السلام عليكم شون الصحة الله يسلام الله يخليك اليوم كانت اكو وقفة نعم نعم الوقفة شنو الضمنات من الموجودين بيها اي طرف احنا بكل الاحوال هو الشخص اللي طلع بوسائل الاعلام بيّن مظلوميته قالان انظلمت واخذوا قطعة ارضي وتجاوز عليها ووووو الى اخره يفترض انه يسمعون من الجهة الثانية اللي احنا اللي ساكنين بالمنطقة او اصحاب الارض اللي اشترينا منهم حضرتك صار لك جدا ساكن بالمنطقة للسنوات للسنوات نعم واجهتك مشاكل يعني لا لا ابدا اولا احنا ما مشتريين من هذا الشخص ولا هو بايع للشخص اللي اشترينا من عنده احنا اشترينا من اصحابه الشرعيين الحقيقيين اللي موجودين حاليا بالكرادة احياء يرزقون موجودين بيت الناجي بيت اللامي منعدهم مشتريين هذا الشخص ما مشتريين ولا متر من عنده كل المنطقة هاي اللي ديعتش عليها اللي هي 345 المقاطعة مالتنا اللي هي هاي اللي هي هاي هسه من هذا البيت وانت ماشي 345 على اربعة وهو ديتش يقاع اللي بديتش الصبحة 337 على 3 تختلف الخارطة مالتها تختلف الرقم مالها تزرسل يختلف ما مشتريين احنا من عنده ولا مشتريين من اللي هو بايع لهم هو اصلا ما بايع كل احد طيب عمر ما عندنا اي واحد اجا قال انا بشتري من الامجد وتعالي بيع لكم ادي سؤال ثاني اخر العفو نعم زميتي عمر هل بعد ما حثت هذه المسألة لربما مسألة الخلاف وايضا خرج السيد امجد وكشف عن مظلوميته الى الجهة القضائية وايضا تواصل مع المرجعية انا اريد اسأل بسؤال حتى اترك الجوء ايضا الى زميلي مازن لكن بسؤالي هل تزعزع اليوم استقرار هذه العوائل بعد هذه الفوضى اللي هم ابدا مطرف بيها لربما القضية مع جوانب اخرى كعوائل ساكنة وكمشترين من الناس الاصليين اصحاب الارض تزعزع استقرارهم العائلي النفسي ايضا امنهم دفع وفلوس بناء وسعر البناء غالي ايضا سعر الارض غالية كيف هو استقرارهم بعد ما حثت هذه المشاكل ووصلت الى جوانب قضائية وجوانب امنية وتدخلات اصبحت على مستويات عليا نعم طبعا السؤال انه هل المنطقة زعزعت خاصة بعد ما تدري قضية كبرات وصلة القضاء كامن منطقة كمواطنيين اللي بنوا واللي اشتروا اكو اللي من 2017 مثل ما عرفته اكو لحد هاي السيدة هم دا يشترون هل الزعزعت امن المنطقة بعد اللي صار ورا هاي الضجة له بالتأكيد اي موضوع يثير بوسائل الاعلام اكيد يتركها المخلفات ومضاعفات ورا فهاي كعوائل طبعا هاي وحدة اثنيا نشاهد وجوه اشكال كرسع طب وشكل طالع شكل احنا مطقة محمية اصلا ما حايدخل لها اختلفت الامور يعني كل واحد يجي يقول انا مشترها واحد يقول هاي مالتي واحد يقول انتم ما اخذين قاعي قاعدين بيها واحد يقول راح يشهيخكم ويسمعون لك الاهالي ما انزل الله بها من السلطان يعني الناس هنا هم خايفة على مكاناتها خاصة ان هي اشارت باموال طائلة مثل منبول وبنت سبب رعوب ورهاب العوائل طبعا هاي كلها عوائل وطلاب مدارس الصبح تعال باوع الخطوط اللي تطلع من عندنا من نام من المنطقة طلاب وطالبات فهذا ارعب العوائل انا عندي سؤال يعني هسا حضرتك انت سندك واحد نعم صح لو لا مشتري من المالك الاصلي نعم بالاضافة الى اكوناس وها مشتري من المالك الاصلي نعم اذا من انت شوف السند وسند موثق وسند اصولي الرد شنو ما هو ما يستقبل يعني هسا لو يريد يقعود خلي انا هسا ليش احنا نحل الموضوع خلي نشكل لجنة من رئاس الوزراء من وزارة الداخلية من الامن الوطني ومن الحجد الشعبي امن الحجد خصوصا ومن التسجيل العقاري ومدرية المساحة العامة دولة عدهم الخرائط راح ينزلوها من الأقمار الصناعية لا احد يقدر يدخل بيها ولا اي واحد يخشي بيها والقضاء يشرف عليهم قضاء العراقي مرس قضاء الاعلى تطلع اللجنة تحدد وين التجاوز العليه حتى يروحون التجاوز فسوه ما بايع لحد حتى يقول هذا اخذها قوة من عندي ما بايع قاع عنده ويقول هاي القاع متجاوزين عليها وين التجاوز ما لك شفنا اكثر المواطنين بالوقفة الاحتجاجية موجودين نعم يعني هاي ناس مستائين من اللي صار خاصة انه وصل يعني الى القضاء وصل الى المرجعية وصل الى ابعد الحدود أستاذ ما تحل هذه المواضيع بهذا الشكل هذا الموضوع اللي دا يتطرق له هو هسه بوسائل الاعلام ووقع التواصل ويراجع المسؤولين وقد يكون المسؤول مقاضي ولا عنده اجهزة رقابية وتحقيقية حتى يعرف الحقيقة وين المسؤول قاعد بمكانه هو دا يضب المسؤول يقول له ظلموني خلي يسمع من الجهة الثانية ما تحل الامور بهذا الشكل اطلع بالتلفزيون وهومس واتعال اقعد بعدين احنا عدنا العراقيين معروف عندنا عرف اجتماعي كبير جدا من خلال العرف الاجتماعي حاولت ان تقعدوني انا احنا ما لنا علاقة احنا اصلا مهم من الموضوع بس الشوشر اللي صارت بالمنطقة تدخلنا هو كان المفروض بالعرف الاجتماعي انه يجي عن طريق عشيرة اخرى اشخاص اعيان ممثلين عن المناطق يقعد اياهم اكون ناس كبار موجودة تحتوي هاي المشاكل واكبر من هاي المشكلة كان ممكن احتواها ممكن اشارك حضرتك شاي للاوراق دع تفضلي تفضلي هنان العفو اي العفو بس بما تطلع الاوراق حتى انه انه انت حضرتك من سكتة منطقة ايضا نعم نعم كان يمكن احتواها اجتماعيا وانت الحل للمشكلة طيب ما عدنا اي خلال اذا تسمعني انه احنا ويا ويسمعني اصلا من خلال قناتكم احنا ويا نعم زميل احنا ويا ضد كل واحد ما اخذ كاعه بالغصب طيب احنا ما نسمح لها خلينا شوف السؤال الموجه يعني انا يثار تساؤل انه هذا الرجل اللي هو سيد امجد اللي ظهر ويانا في حلقة سابقة وتكلم على مظوميته وتحدثنا عن اللي صار ويا شنو المبرر اللي يخلى مثلا يقول انه انا تعرضت الى تهديد بالسلاح وتعرضت يعني ارضي الى الاختصاب وطلب من جهات رسمية وغير رسمية التدخل ووصل الى مكتب سماحة السيد علي السستاني وشك الموضوع وصار هناك تدخل من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية كلجنة فاكيد اكو سبب منطقي يعني ما اعرف اين ده اشوف ضيفك ده يقلل من قيمة كل ما صار وكأنه ماكو شيء بس هذه مؤشرات كلها يعني ريد نفهم اللي صاير الوضع الحقيقي اللي صار هل فعلا احد اعتدى عليه يمكن ضيفك هو يعني مو خصم الى او ند الى لكن كشاهد ايان موجود بالمنطقة نعم زبيلي طبعا ها بالبداية نعرف انه احنا اللي حبت انه تيجي قناة دجنة لهذا المكان هم اهالي المنطقة بالبداية لانسوا وقف احتجاتي نعم بناء على عدد انا اهموا بالي هذا السؤال ممكن اسأل الاخ اللي موجود انه طبعا اكيد يعني احنا لازم نكون متواجدين باعتبار احنا وكبنا القضية من البداية اخبنا الطرفين وايضا الاهالي اللي هم كلمة هميا ممكن انه نسمحها هل يعني خاصة استاذ امجد اللي طلعويان كان عنده حق الرد في برنامج على المكشوف كان الى مبرر اكيد يعني خاصة انه وصلها لي على المستويات شنو المبرر اللي موجود خاصة بعد ما ادعى انه اكو جماعات مسلحة اخذت قاعة او اتجاوزت على القاعة فانت برأيك شنو المبرر اللي صار والله اي مبرر ماكو صارنا اربع خمس سنوات احنا احنا قاعدين او يعني دا نبني مو الليلة وضحاها احنا اجدت الجرفة او قاعدنا احنا قاعدنا قاعة كانت موجودة واخذناها وبنيناها على كيفنا الى ان قدرنا نجي بي ولا يوم ولا واحد اذا تسألهم لما اجا قل لنا اجا احد اعتراض قال 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 يابا هاي لقاع مالتنا مالتنا وانتو ما اخذيها واذا تقدر تسأل كل المنطقة من اعتوبية هاي السندات مال بيتك نعم نعم هاي وكالة خاصة هو يطرق بيها الاراضي وكالة نعم كلها وكالات هذا السند حضرتك وصولي كامل جاهز من المحكمة نعم نعم اشتري من المالك من المالك نعم من اللي هو من بني لام هو اشترينا احنا من عد نعم ما صار اي مشاكل لا كلا ماكو اشك ورا هاي اللي صارت خاصة هسا بعد انه ما اه صارت قضية وبالاعلام اه شنو اللي 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 سبب لكم شنو اللي سبب والله سبب ضرر نفسي وضرر معنوي يعني انت تروح اه روعوا كل المنطقة نعم نكتبون على الحياطين يروعون المنطقة يعني هاي موص تببون على الحياطين شن تهديد وفتشيه نعم من الجهة يعني من الجهة اللي تكتب يا عمر يعني من اللي داي يكتب على الحياطين اذا احنا دا نشوف كل الاطراف دا يكون انا بالمنطقة انا جهالي ما اخليهم يطلعون بره من ورا ها السوال اه زميلي داي يسأل من الجهة اللي كتبت سياراتهم وكلهم هنا موجودة سيارات منو منو عمر سيارات منو عمر هو شخص اللي نعنا داسهم هم مواضح بي سيارات منو عمر احنا دايسلون من ستوديو السيارات منو انت اليوم يعني ما اعرف المنطقة امنة صح لولا تبقى ما بيشيه صارت هاي المشكلة بدت يكتبون على الحياطين وخاصة خلال هالخمسة يام الاخيرة نعم يعني هاي اكو مستجدات يعني بصفة عشائرية يا عمر بس سؤال بصفة عشائرية بصفة عشائرية بصفة عشائرية بصفة عشان المنطقة نعنا اي شخص يريد يطب انه لازم عفوا دقيقة نعم نعم يعني الكتابات بس بصها خلا وضح له اي شخص يجي يريد يطب للمنطقة الا لازم يستأذن منعدنا ويستأذن منعدهم يصير عارف على مدى نعنا عشرين سيارة يطبون ويكتبون على الحياط السيارات احنا نحكي عالال شنو مضمون الكتابة اللي انكتب وهل هي مثلا كتابة شون دقة عشائرية هذا البيت مطلوب الشغلات اللي لو شنتم صوينا شي وضع يا عمر اذا موجودها اذا هي تنحسب دقة عشائرية وهاي شغلة مو صحيحة انت منطقة هنانا آمنة ومنطقة محمية يعني اي شخص ما يقدر يطب بالسهولة يقدر يطب ويجي يكتب على الحياط احنا بس صير فتحادث انا يريدون يبنون احنا الف مو كتابة بعدي موجودة ما ارفعت اذا هو شغل هاب ولان ما كتبه على حياطين لا احنا متعاملين وياهم ولا انا مشتري منعدهم ولا اعرفهم انا اول مرة شفتهم بالاعلام اذا اول مرة يا عمر اذا هم الان مو طرف حق الرد اللي طلبوا على شنو اذا ممكن شاركنا يا سيد خلي تحدثلنا يعني ليش طلبوا حق الرد اذا هم مو طرف يعني اليوم زميلي مازل اليوم المنطقة مستائمة اللي صار خاصة بعد قامت تجي جماعات ممكن سمعنا احنا انو كاتبين على احد البيوت اللي موجودة على اياب يتكاتبين عفوا المن الموجودين على اياب يتكاتبين احنا مو الا اذا متحب تظهر عادي ما ماكو مشكلة على اياب يتكاتبين وشنو الكتابات اللي كانت حتى ان ينقلها للستوديو التهديد بالقتل نصا نصا نص نص كان هنا مطلوب عشائريا عندك فيديووات زميلي مازل طبعا مثل ما كتبوا مطلوب عشائريا كانت هاي مصورة فيديووات على احد البيوت باعتبار انه هو طرف للنزاع اللي موجود الاهالي اليوم طلبوا من عندنا جهنانة لان مستعين جدا انه اكو جماعات ما يعرفوهم اشخاص ما يعرفوهم هاي المنطقة كانت آمنة كانت الناس مرتاحة هسه هواي مثلا يشوفون خاصة بعد بالاونة الاخيرة خاصة بعد ما انتشرت بالاعلام حسب حج الناس انه اكو جماعات قاعد تكتب على البيوت او مثلا تجي جماعات تصور ربما لذلك لذلك الناس اللي حواليه صلبوا حق الردي لدون نايبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين طهرين السلام عليك وعلى المقدم نعم نعم زمين المشاهدين الكرام رحمة الله وبركاته هذه المنطقة اذا زحمه احنا نتمشى شوي حتى نقدر نطلع المكان احنا المشكلة هذه المنطقة هذه تابعة لأخواننا وأهلنا وأصدقائنا من بنيلام ومردنا نشتري اشترينا بال2018 يعني صالي خمس سنوات أنا من اشتريت بالمنطقة قبل لا اشتري رحت سألت أصدقائي وأخوتي من بنيلام يابا نشتري من قاعكم هاي قاعكم قالوا ايه احنا دنبيع وروحوا اشتروا حالكم حال الناس فجينا اشترينا من اشترينا اكو مهندس كان هو يخطط ويرتب مساح فقلنا له احنا ريد نشتري من شخص اسمه موجود بالسند من بنيلام ضمان حاضر ايه جابنا الشخص شخص محترم رجل كيس موزون كبير السن عنده خمسمية وستة واربعين متر اشتريناها أنا ومجموعة أصدقائي أصدقائي دكاترة حتى أنه هذا شارع نسموه شارع دكاترة هذا الشارع هذا ممكن زمي بصدر وهذا الشارع شارع القضاء المنطقة كلها قضاء وأساتذة جامعة وموظفين كبار بالدولة وحتى نواب وزراء إلى آخر المشكلة مو يمأرضنا المشكلة هنا بهذه الأرض اللي هي رقمها أربعمية وسبعة وثلاثين المشكلة في الأرض المشكلة اللي صارت أرجو أنه الكاميرا تتوجه يعني احنا منطقتنا ما لها أي علاقة بالمشكلة طيب عمر نعم زميتي عمر احنا على علم تام خصوصا وإحنا واكبنا جميع الأحداث على علم تام بأنه المشكلة بعيدة عن هذه الأرض مع ذلك أنه اليوم على علم بعد ما طلعت ويا الأهالي أنه صار هناك تهديد لأمن المواطن وهذا يمكن خلاهم يوقفون بوقفة احتجاجية أو ينظمون وقفة احتجاجية بالنهاية ما طالبهم باختصار لضيق الوقت يا عمر وحتى بنفس الوقت نكون سريعا نغطينا الحل عفوا نعم تفضل سيد صراحة ضيق الوقت تدري البرنامج فقط دقيقة نريد مطالب 345 ما لها علاقة بالمشكلة تماما لكن زحفتنا المشكلة احنا اشترينا رسمي عقودنا رسمية وكالة من كاتب العدل صورة وبصمة اللي باعنا وعدنا قرار محكمة احنا تأذينا لأنه احنا كنا ناس معروفين أنا أستاذ جامعي وإعلامي أطلع بأكثر الفضائيات العراقية عندي برامج فكرية ودينية أكثر الفضائيات العراقية واستاذ جامعي فصار عندنا أذى يعني احنا شنو ذنبنا اشترينا بأموالنا اللي الله رزقنا ياها والله مدانين ترهيب المنطقة أبدا لا يعني أنا اللي أحزني أنه بعض الناس يقولون دولة اشتروا رغما عنه وتحدد هديد السلاح أبدا من اشترينا اجي صاحب الأرض اللي اسمه موجود بالسند كاتب العدل قال لحجي الجماعة بعتلهم استلمت فلوسك قال لحجي تأمرهم شي بعاد قال لحجي محللين وموهبين وشافين خير بصمنا بصمة وكالة أم الصورة طيب يا عمار لحنا الآن سمعتنا شوهت سمعت المنطقة شوهت أنا يعني أطالب سيد رئيس الوزراء أطالب المرجعية الدينية العليا أطالب أبانا الكبير سيد علي سستاني الله يحفظه ويطيل عمرا إن شاء الله إنه مثل ما استمع للطرف الآخر كل الجهات يستمعون إنه إحنا ما عدنا ذنب نعم إحنا اشترعنا طيب يا عمار طيب يا عمرا وأوراقنا كاملة أنا أقول لهم نعم طالب الأهالي بأنهم هم قضية هم ليست طرف بهذه المشكلة ويجب إبعادهم عن جميع المشكلات اللي حصلت بين الأطراف اللي ادعت مظلوميتها عموما إن شاء الله توصل المناشدة إلى الجهات القضائية وتوصل إلى المرجعية شكرا جزيلا إليك يا عمار على وجودك ويانا وانضمامك ونقلك لهذه التظاهرة أو هذه الوقفة اشتركوا في القناة